اشتباكات عنيفة بين فصيلين أمنيين تابعين للمجلس الانتقالي في محيط البنك المركزي اليمن بعداً كرسات الوضع الأمني الخطير في العاصمة المؤقتة وأضافت المزيد من المخاطر التي تكتنف نشاط البنك مع نهاية السنة المالية وبقاء الآلاف من جنود وضباط الجيش والأمن بدون مرتبات الاشتباكات دلعت الأحد عندما أقدمت قوة تتولى حراسة البنك المركزي بقيادة مختار النوبي وهي موالية للإمارات على منع جنود من قوات الأمن الخاصة من الدخول إلى البنك للسلام مرتبات هذه القوات ما تسبب في اندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين جنود القوتين سرعان ما توسعت إلى خارج مبنى البنك قبل أن يعود الهدوء إثر انسحاب جنود قوات الأمن الخاصة من البنك بعد تدخل قيادات في المجلس الانتقالي يأتي ذلك فيما جددت وزارة الداخلية في اليوم ذاته اتهام قيادات في البنك المركز اليمني بالمماطلة المتعمدة في صرف رواتب منتسبيها وميزانيتها التشغيلية وحذرت من أن التأخير في صرف المرتبات سيفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة أزمة تأخير صرف مرتبات منتسب وزارة الداخلية تندرج برمتها في إطار الصراع الذي يأخذ بعدا سياسيا وجهويا واضحا بالنظر إلى أن قوات الأمن الخاصة في محافظتي أبيان وشبوة أعلنت ولائها للشرعية الأمر الذي يفسر بقاء الشكوك حيال قوات الأمن الخاصة من قبل المجلس الانتقالي وقواته التي ينحدر معظمها من الضالع ويافع يأتي ذلك على الرغم من أن قائد القوات الخاصة في إقليم عدن اللوافظ الباعش سبق وأعلن ولائه للمجلس الانتقالي في وقت سابق من العام 2018 وانحاز إلى المجلس في أحدث انقلاب عسكري نفذه هذا الأخير على السلطة الشرعية في عدن في العاشر من أغصص الماضي وقبل فترة بسيطة فقط من اندلاع الاشتباكات التقى اللوافظ الباعش مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والذي أكد أن القوات الخاصة مثلها مثل بقية القوات الجنوبية في إشارة تعكس بقاء التحفظات على هذه القوات وتزامن منع قوات الأمن الخاصة من السلام مرتبات منتسبيها مع اجتماع مثير للجدل عقده المجلس الانتقالي وأطلق خلاله عيدروس الزبيدي تصريحات مثيرة بشأن خيار الانفصال وكيف مثل اتفاق الرياض أحد المفاتيح الهامة التي كرس دور المجلس الانتقالي رسميا في حمل مشروع الانفصال والترويج له في الأوساط الدولية وهي تصريحات لاقت ردا فوريا من الحكومة عبر عنها وزير الخارجية محمد الحضرمي الذي شدد على أن اتفاق الرياض لم يأتي لتغيير شكل الدولة بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها